بيبدأ فيلم النهاردة مع تشينج وهو قاعد في مالها ليلي وكان بيلعب مع واحد تاني على فلوس تشينج كان راجل كفيف والراجل اللي بيلعبه استهزق بيه ولعب معاه على كل الفلوس اللي معاهم هم الاتنين وقال له كمان لو كسبت هضعيف لك المبلغ ولو خسرت هنقطع لك ايدك بس الراجل خدعه وفاهمه انه هو اللي كسب بس تشينج اكتشفه وعرف انه هو اللي كسب ورغم كده نده الراجل على الحراس علشان يقطعه ايده وراح اعتذر لتشينج وطلب منه يكمل لعب عادي زي ما هو عاوز بس تشينج رفض ولما كل الفلوس بتاعته وماشى من المكان واسناء ما هو ماشي بنعرف ان تشينج ده عنده حسة سمع قوية جدا وقدر يلاحظ ان صاحب المكان والحراس بتوعه اتلموا حواليه علشان ياخدوا الفلوس بتاعته وامر رجالته كمان انها تخلص عليه فاتشينج ساب السيف بتاعه وبدأ يصد هجمات كل الحراس دي وكمان قدر يخلص عليهم كلهم واحد ورد تاني ورغم ان تشينج كفيف بس كان محترف جدا في الفنون الكتالية وقدر يخلص عليهم كلهم وساعتها صاحب المكان ما كانش مسدق اللي حصل والراجل الكفيف ده يطلع منه كل ده بنروح بعد كده الواحدة اسمها نيان وكانت اليوم ده فرحانة جدا وبتحضر الساحة بتاعت بيتهم علشان كان فرحا النهاردة وكانت بتوزح حلويات على الاطفال بكل ساعة ده وبالصدفة بيعدي تشينج من جنب البيت بتاعها وبيوقف حصانه وبيطلب منها تملياله القربة بتاعته بالنبيز لان ريحته شدته وهو معدي وبيسألها على سعره قالت له لا النهاردة فرحي وهي هتقدمه له بالمجان علشان هم كده كده محضرينه للديوف بس هو رفض ياخده ببلاش وعطاها شوية فلوس وقال لها انا مش من قريبك ولا معارفك علشان ااخده ببلاش وامرها كمان انها تربط الحصان بتاعه وما تأكلوش حاجة علشان مش بياكل غير لحمة وهي رايحة تربط الحصان بتتفاجئ بشخص جوه الكيس فسألته مين ده عرفه ان ده مجرم هربان من الشرطة وهو قبض عليه مقابل الجايزة المالية في نفس الوقت كان هو لانجي العريس ماشي في القرية بتاعته والاهالي بيحتفلوا بيه علشان فرحه وبيوصل لنيان وبتبدأ مراسم الجواز والكل كان فرحان جدا وبيحتفلوا بالفرح بس بيوصل شخص فجأة والكل بيوقف مكانه وبنعرف ان ده ني يونيو اخو العروسة وبيروح للعريس وبيعرفه ان لو زع على اخته في يوم من الايام هيزعله على الاخر بس كان بيهزر معاه يعني هزار تقيل وساعتها اهل القرية علشان عارفين اخوها قوي وبتاع مشاكل باركو لنيان وسابوا المكان ومشوا بسرعة بس تشينج كان لسه قاعد مكانه فني راح له وقال له الكل ماشا انت ما سمعتش انهم بيقولوا علي مجنون ولا ييه ساعتها تشينج في ثانية اخد السيف بتاعه وقال له السلاح بتاعك حاد خلي بالك بقى اللي تعور نفسك ورجع له السيف واخد ازازة النبيز ومشى وراح بعد كده فضاه للحصان بتاعه علشان يشرب منها وريح جنبه شوية علشان ينام وبعد شوية لما صاح من النوم تشينج كده شمي ريحة غريبة في المكان فرجع مرة تانية البيت نيان واتفاجئ ساعتها ان المكان مليان ناس ميتة وكمان اخو نيان مقتول بس سمع صوت نيان جوه البيت فدخل يدور عليها فلاقاها لسه عايشة بس كانت مرعوبة من اللي حصل ساعتها بنعرف ان صاحب نادي الروهانات هجم على بيت نيان لان جاو الزعيم طلب من ني اخو نيان مهمة بس هو هرب من المكان وما كملهاش بس ني فهمه ساعتها ان هو قتل كل اللي موجودين ولو ما هربش كان هيموت هو كمان ساعتها جاله زعيم العصابة الكبير وامر رجالته انها تقتل اخته بس ساعتها وولانج هجم على الشخص اللي كان هيقتلها بس جاله واحد تاني من ظهره وقتله وكمان ضرب نيان وقاح على الارض فتعصب ني جدا وبدأ يهجم على كل الحراس اللي في المكان وقدر ان يخلص عليهم كلهم بس كان في واحد تبع الزعيم كوي جدا بدأ يهجم على ني وكان الشخص ده معاه خطفين حديد وقدر يثبت ني على الارض وكمان زعيم العصابة الخسيس اخذ اخته للبيت وضرب ساهم على ني يخلص عليه ساعتها تشينج هاد دنيان وطلب منها ما تخافش وكمان عالج الاصابات اللي كانت عندها تاني يوم تشينج اخذ المجرم اللي معاه وراح لمركز الشرطة في المدينة علشان يسلمه وعرفهم بنفسه وقال لهم ان وزارة العادل اصدرت انه عامل جرائم في 18 مدينة وحطت مكافأة للقبض عليه فتأكد رئيس الزباط منه وسأله وهو ما له وعمل كده ليه عرفه انه كان خايف يهرب منه فكسر له ايده ورجله وقال له يجيب له طبيب علشان يعالجه ساعتها كان رئيس الشرطة مستغرب انه ازاي اعمى وقدر يقبض عليه بسهولة بس بعديها اخذت شينج المكافأة وقال له بالمناسبة عائلة بيع النبيزة قتلت كلها على طول رئيس الشرطة والزباط وصلوا لمكان الجريم علشان يحققوا في الموضوع والمساعد بتاعه جاب له السهم اللي نيت قتل بيه واتفاجئ ساعتها لان اللي قتله من عائلة يوين فرح يعز نيان بكل حزن واعتذر لها ان المرة دي مش هيقدر ينفذ العدالة وعلى رغم ان رئيس الشرطة شخص كويس جدا الا ان عائلة يوين دي عائلة كبيرة ومش هيقدر يعمل معاهم حاجة ولما نيان رفضت كده وهددته انها هتفضحه في كل مكان امر رجالته انهم يقبضوا عليها علشان ما تتكلمش في الموضوع ده وماشى من المكان وهو حزين لانه مش هيقدر ينفذ القانون بس اثناء ما رئيس الشرطة ماشي وهو قابد على نيان شينج كان قاعد في الطريق وقال لرئيس الشرطة احنا الاتنين عارفين اللي حصل والبنت متدمره بما فيه الكفاية فما فيش داعي للي انت هتعمله فيها بس رئيس الشرطة تعصب عليه وقال له ملكش دعوة انت بالموضوع ده واخد البنت وتحرك من قدامه بس علشان شينجي ما كانش بيرضى بالظلم ابدا بدأ يهجم على كل افراد الشرطة بكل قوة وقدر انه يخلص عليهم كلهم قدام رئيس الشرطة ولما خلص عليهم راح خلص على رئيس الشرطة هو كمان وفي النهاية قادر ان يفق قيود نيان ساعتها ترجيته انها تمشي معاه علشان هو الوحيد اللي هيقدر يخد لها حقها بس هو رفض في الاول بس لما اصرت وفضلت تتحايل عليه اضطر ان يخدها معاه في الاخر وابتدوا يتحركوا بالحصام بتاعت شينجي وماشوا مسافات كبيرة جدا لحد ما وصلوا القرية اسمها لويانجي وقعدوا يأكلوا ويريحوا من الطريق وساعتها نيان شكرته لانه انقصها من الشرطة اللي كانت تتاخدها ظلم وعرفته ان فيه محكمة هنا في المدينة وهي هتروح تحكي للقاضي اللي حزت فأمرها انها تاخد بالها من نفسها بعدها راح يقابل واحدة اسمها شين ودي كانت عازفة مشهورة في المدينة وعرفت شينجي من زمان وعطاها كمان الفلوس اللي اخدها من الشرطة لما سلم المجرم علشان هي اللي كانت ايلاله على مكانه وبعدها بياخد دش وبيريح شوية بس اسناء ما هو ماشي سمع شخص مصاب داخل على شين علشان تخيط له الجرح وهي استغربت ساعتها لانه شغال مع عيلة يوين فاعرفة ان فيه بنت اقتحمت عليهم القصر وكانت عاوزة تتكلم مع كبير العيلة ولما هو منعها ضربته بالسكينة فساعتها امر الزعيم انهم ياخدوها ويمشوا وقاعد يشتم فيها لانها عورته في ايده بس لما تشينجي سمع كده تعصب جدا وراح ضرب الراجل وقرشه من المكان بس بعدها تشيني حاولت تقنعه انه مايدخلش نفسه في مشاكل مع العيلة دي لان معها صلاحيات كتير وهو مش هيقدر يعمل معهم حاجة بس تشينجي مش بيرضى يتخلى عن نيان وبيبدأ يدور عليها لحد ما بيوصل لمكانها في النهاية بس بيتفاجئ بالراجل الارد اللي قتل اخه نيان وهو بيهجم عليه والراجل ده كان مقاتل قوي جدا وكمان سريع بس بيركز تشينجي جامد وبيبدأ يحدد مكانه وبدأ يهجم عليه لحد ما في النهاية قدر انه يتمكن منه ووصل كمان للمكان اللي نيان محبوسة فيه وعرفته ان الراجل ده عزبها جامد علشان يخليها تعترف بحاجة هي ما عملتهاش واسناء ما تشينجي بيتطمن عليها بيفوق الراجل الارد مرة تانية بس المرة دي هجم عليه تشينجي بالسيف بتاعه وقدر انه يقطع له راسه واخد بعديها نيان وودها لصاحبته تشينجي علشان تعالج اصابتها بس تشينجي فضل تتخانق معاه لانها نصحته انه ما يوردش نفسه مع العيلة دي بس هو عرفها ان البنت دي بتدور على العدالة علشان ترجع حق اخوها اللي مات وهو الوحيد اللي هيقدر يرجعه لها وكمان قرر انهم يمشوا من هنا علشان المجرمين هيرجعوا يدوروا عليهم لحد ما يقتلوهم وتاني يوم بيقمر تشينجي انها تاخد نيان وتهرب من القرية علشان ما يتقزوش بس ساعتها تشين وادعيته لانها كانت بتحبه جدا وهو كمان وعدها انه يرجع عليها مرة تانية وامر الحصان بتاعه انه يتحرك بيهم ولما جي الليل كانت تشينجي قدر يقبض على صاحب دي الرهانات وسأله هما ليه قتلوا عيل اتنيان في الاول الراجل ده ما كانش رادي يتكلم نهائي بس تشينجي كربته بسلوكه فياعة جدا وكانت بتعذبه على الاخر فاضطر يفاهمه ان الجنرال الكبير كان بيدور على مسا كبيرة جدا والمسا دي كانت في بيت معين فبعت نيجي بهاله بس هو طمع فيها واخدها وهرب فاضطر ابنه انه يروح يجيبها منه ولما رفض اضطر ان يقتله لما تشينجي عرف الحكاية رابط رقبت الراجل بالسلك في الباب وسابه ومشه علشان اللي يجي يفتح بعد كده يقتله في نفس الوقت كان الزعيم عرف ان تشينجي قتل الراجل بتاعه وحرر نيان من الخطف فأمر جنود انهم يدوروا على تشينجي في كل مكان لحد ما يلاقوه تشين ساعتها كانت تسابت نيان واضطرت ترجع للقرية علشان تساعد تشينجي بس للأسف جنود الملك قدر يقبضوا عليها واخدوها معاهم للزعيم وأول ما وصلت له فضل يعذب فيها علشان تقوله على مكان تشينج فبدأت تحكيله انه زمان كان معاها في الحرب وكان مقاتل قوي جدا ومفيش اي حد من الجنود بيقدر يقف قدام السيف بتاعه وكمان انقذ حياتها من الموت علشان كده هي مستحيل تعرفه مكانه فلما جاءوا عرف انها مش هتقوله قتالها الندل بالسهام من غير اي رحمة في نفس الوقت تشينجي كان بيتور على الجنرال في كل مكان علشان يوصل له ولما وصل لمكان من الاماكن الخاصة به سأل عليه بس اتباعه قالوله انه مش موجود بس هو ما صدقهمش ومرضاش يمشي من المكان فبدأت الحراس تهجم عليه بس هو قدر يحط عليهم على الرغم ان عددهم كبير جدا وفي النهاية قدر يخلص عليهم كلهم بسهولة من غير ما يجرله اي حاجة وكمان طلع قابل الجنرال الكبير وعرفه ان هيقتل جاو خطيب بنته لانه متورد في عملية قتل ناس تابعه بعدها في القرية الناس بتتفاجئ بكسة تشينجي وهي في مركب وكان جسمها مليان بالسهام والقرية كلها زعلت عليها جدا وواحدة من صحابها راح اتعرفت تشينجي باللي حصل طبعا تشينجي غضب جدا لانه كان بيحبها ووعد نفسه انه هينتقم من جاو وعيلته اشد انتقام لان كده حسابه تقل على الاخر بنفس الوقت كان جاو مجمع اقوى المقاتلين بتوعه وامارهم بقتل تشينجي خاصة بعد اللي عملوا معاه وكمان حط مكافأة كبيرة جدا لأي حد يقتله بس بيوصلهم تشينجي ساعتها والمعلم جاو اخد بعضه ودخل للبيت واستنى لما رجالته تقوم بالواجب معاه بس تشينجي سمى الله كده وبدأ يهجم على كل الحراس اللي موجودة بكل قوته وطبعا تشينجي كان مقاتل اسطوري ومحدش من كل المقاتلين دول قدر يعمله حاجة وكمان قدر يولع النار في المكان باستخدام السيف بتاعه ويكمل هجوم على باقي المقاتلين بكل شجاعة ساعتها الباقي كانوا خايفين يقربوا منه لان محدش من اللي دخلوا عليه قدر يعمل معاه حاجة بس تشينجي كمل الهجوم عليهم وقدر ان يخلص عليهم كلهم في النهاية وبعدها دخل يدور على جاو جوا البيت بس اتفاجئ بالبنت اللي كانت معاه وهي بتهجم عليه والبنت دي كانت محترفة جدا في القتال بس طبعا مش زي تشينج اللي قدر يصد هجماتها بكل سهولة وقدر ان يتمكن منها وكمان قسر لها اديها ساعتها جاو الندل كان بيدرب عليهم بالكوس علشان يموت تشينج بس مسك البنت دي قدامه فجاو ضرب عليهم سهم بقوة كبيرة علشان يختارقها ويسيب تشينج وبعدها فضل يضرب بالسهم عليه وتشينج ما كانش قادر يصدهم كلهم لان التاني كان سريع جدا وكمان قادر يصيبه باكتر من سهم لحد ما وقع في مكانه ساعتها جاو قرب منه علشان يخلص عليه بس تشينج غفله وقدر انه يضربه اكتر من ضربة بالسيف بتاعه وكمان ضربه ضربة قوية جدا طيره من مكانه وراح له بعديها وقدر انه يخلص عليه وبكده قادر يرجع حق نيان وانتأم لها من اللي قاتلوا عليتها وبعدها بيجي له الحصان بتاعه وبعد فترة بيرجع يكمل حياته في البحث على المجرمين مقابل المال اللي بيتحط على القبض عليهم وبيخلص الفيلم على جدا بيبدأ الفيلم مع يب مان وهو في كتال مع مجموعة كبيرة جدا من رجال الاسابات وكان عمال يقاتلهم بمهارة عالية جدا وكان محترف جدا في الكتال ورغم عددهم الكبير الا انه كان قادر يدافع عن نفسه ومحدش منهم قادر يعمله اي حاجة وبعدها بيظهر شخص تاني من الشباك وبيبدأ يهجم عليه بكل قوة ومهارة بس يب مان قادر يصد كل ضرباته وهجم عليه بكل قوته ووجه له اكتر من ضربة قوية جدا لحد ما عطاله الضربة القاضية وقدر ينتصر عليه في النهاية ولما بيوصل البيت بيبدأ يتضرب على اساليب الكونجفو بتاعته وبنعرف انه كان من عيلة غنية جدا في الصين وابتدى يتمرن على اساليب الكونجفو من لما كان عنده سبع سنين ولما كبر اتجاوز زانج يونج بنت وزير الامبراطور وكان بيحبها جدا وهي كانت بتحب الموسيقى والوقت ده ما كانش ينفع الناس الاغنية بس هي ما كانتش بتهتم بكده وكان يبمان بيوديها في الاماكن اللي هي بتحب تروحها وبعد شوية كان فيه اجتماع معمول بين مدربين الفنون القتالية في واحد من بيوت الليل اللي كان اشهر مكان في المدينة كلها بس هو بالنسبة لمعلمين الفنون القتالية كان بمثابة ساحة قتال وكان موجود كل المعلمين اللي من المدارس الجنوب وبنشوف ساعتها المعلم باوسين وبيبدأ يتكلم وبيقول لكل الموجودين ان في حياته حقق 3 انجازات واحد اساليف الكتال شينجي وباغو واصبح مدير لاتحاد الفنون القتالية الشمالي وتالت حاجة اخذ معلمين الشمال للجنوب وانشأ اول اكاديمية للفنون القتالية في الجنوب وبيعرفوا منه كبر في السن واختار تلميزه الاول مسان انه يبقى الوريس من بعده ودعم معلمين الجنوب انهم يختاروا واحد يمثلهم يتحدى تلميزه في مباراة استعراضية بس المشكلة ان اول واحد ما خدش في ايد مسان دقيقة ونزلوهم من الشباك وبنعرف ان مسان شخص متكبر جدا وقال لهم ان محدش منهم يقدر يتحدى تلميز المعلم الكبير ساعتها المعلمين كلهم اتضايقه وطلع اربعة من اقوى تلميز معلمين مدارس الجنوب بس مسان كان محترف جدا في القتال وكان متدرب على اعلى مستوى وقدر يهزمهم الاربعة بكل سهولة بعدها بنشوف معلمين مدارس الجنوب كلها وهي بتحاول تقنع يبمان انه يتحدى مسان في القتال علشان يرجعوا قيمة معلمين مقاتلين الجنوب مرة تانية لانه الشخص الوحيد اللي قادر يتصداله بسبب مهارته العالية في القتال بس يبمان ما كانش موافق على المنصب ده لانه ما كانش مهتم انه يبقى زعيم مدارس الجنوب بس كل الجنوبيين اعترضوا على كلامه واثروا انه لازم يمثلهم ويقبل بقيادة مدارس الجنوب وبنشوف بعد كده يبمان مع امراته وعرفته انها هتاخد اطفالها وهتروح تقعد عند امها لحد ما يخلص القتالات اللي هيدخلها وبنشوف بعد كده مسانه المعلم بتاعه اللي كان غضبان منه جدا لانه ما بقاش عارف يسيطر على غروره وما كانش همه غير شهرته في القتال وبس وطلب منه ان يسيب مدينة فوشان ويمشي ولو ما ماشاش ووعده انه هيقصر رجليه فبياخد مسان بعضه وبيتوكل على الله في نفس الوقت الاوضاع في البلد ما كانتش كويسة والجيوش الجنوبية راحت للشمال وكانوا بيدعوا للحكم الذاتي وبنشوف بعد كده المعلم باوسن وهو قاعد مع المعلم بتاعه وبيقوله انه شايف ان يبمان موهوب وهو الوحيد اللي استاهل يبقى بعد منه وبعدها بنشوف بنت المعلم باوسن وكانت متضايقة انه هيختار يبمان لانها كانت شايفة ما يستحقش المكانة دي وعرفته كمان ان الشماليين كلهم مش موافقين على الطريقة دي لاختيار الوريس من بعده بس هو عرفها انها ما تسمعش للناس واللي هيعمله ده الصح لانه لازم يدي فرصة للشباب الموهوبة وبعد كده بيجي يوم الحفلة اللي هيتم فيها تاتوي جيبمان بالقيادة المدارس الجنوبية وكانت يانج بنت الزعيم متضايقة جدا وطلبت من ابوها ان هي اللي تمثل الحدود الجنوبية بس المعلم باوسن رفض وعرف ان هي مش فاضية للقتال دلوقتي وعندها حاجات اهم من كده وكمان لازم تفضي نفسها علشان لما تتجوز بعديها بيوصل ييبمان للمكان وبيحييه كل المعلمين اللي موجودين اللي كانوا مبسوطين انه هيتم اختياره للقيادة وكان لازم يقابل مجموعة من المقاتلين قبل ما يقابل المعلم باوسن علشان يثبت كفاقته في القتال وبتوصل اول واحدة هيتحداه ييبمان وبتبدأ تعرفه بالاسلوب بتاعها وبعد كده بتهجم عليه باسلوبها المميز جدا وكانت محترفة في القتال بس ييبمان كان قادر يتصدر كل ضرباتها لدرجة انه كان بيقتلها بايد واحدة وقدر في النهاية انه يتمكن منها من غير اي مجهود وعرف ان ده مجرد كتال للتدريب مش لازم يعني يكسروا المكان وبعد كده حياها وطلع علشان يقابل المقاتل التاني اللي كان راجل عجوز بس عنده اسلوب مميز في الكتال وتعلمه من سنين كتير جدا وعرفه ان اسلوبه معتمد على ضربة كالرمح وضربة قاطعة ثم تحطيم ساعتها غمت ييبمان عينه وبدأ يركز جدا وقدر انه يتصدر كل ضربات المقاتل العجوز بكل حرفنا وبيخلص الكتال معاه بس ساعتها قاله ان كل تحدي بيبقى صعب عن اللي قابله وطلب منه ما يستقلش بالمقاتل اللي بعده وطلع للمقاتل التالت وسأله ايه اللي عنده عرفوا انه عنده مجموعة من الالعاب النارية اللي مش هيقدر يتصدرها نهائي وبيبدأ يهجم على ييبمان وكان بين عليه مقاتل قوي جدا بس ييبمان اتصدر كل ضرباته وقدر يضربه ضربة قوية ساعتها المقاتل ده غير الاسلوب بتاعه والتاريق كمان على اسلوب الوينجت شون الخاص بييبمان وقرر انه يواجه باسلوب مختلف اقوى من الاولاني وبدأ يهجم على ييبمان مرة تانية بكل سرعة ومهارة وييبمان كان بس بيدافع عن نفسه ومش راد يهجم عليه نهائي بس بعد شوية اتمكن ييبمان منه وضربه اكتر من ضربة رجعته مسافة بعيدة الورا ساعتها قاله الاسلوب بتاعي قوي على فكرة بس انا اللي راجل عجوز ساعتها ضحك ييبمان وحياه على القتال واسابه ومشى وكده ما كانش فاضل غير المعلم باوسن في التحدي النهائي بس الاول اتصوره مع بعض صورة تسكرية قبل القتال بتاعهم وبعدها طلب المعلم باوسن من ييبمان ان التحدي بتاعهم يبقى بزكاء مش بمهارة وعرفه انه من 25 سنة واحد اتحدى المعلم بتاعه ان يقصر الكعكة اللي في ايده والمعلم ساعتها ما تضيقش وساعتها باوسن قاله هسألك نفس السؤال هتقدر تقصر الكعكة اللي في ايدي في الاول ييبمان كان يمسكها بايده اليمين وبعد كده بايده الشمال وبعدها غمض عينه وبدأ يتحدى المعلم الكبير بكل مهارة وكان بيحاول يمسك الكعكة اللي في ايده بس المعلم ده ما كانش ساهل وعنده مهارة عالية جدا بس بعد شوية بيقف يبمان وبيفتح عينه وقال له الكعكة دي بالزبط زي البلاد لو اتقسمت يبقى الشمال والجنوب هيتقسمه والمفروض انه هم كلهم في بلد واحد ساعتها الكلام عجب المعلم وعرفوا انه خلاه مشهور بسبب التحدي ده وكمان حذروا من المستقبل علشان مليان مخاطر واتمنى يكون زيه في مواجهتها وطلب منه انه ما يتخلاش عن ايمانه وبعد كده حياه وساب وماشى وكل اللي في المكان بدأوا يحيوهم خاصة يبمان على توليه المنصب الجديد بس بنت المعلم كانت متضايقة جدا وطلبت من الحارس بتاعها انه يبعت الرسالة دي ليبمان علشان تتحدها في القتال وترجع شرف عيلتهم اللي ما خسرتش قبل كده ولا مرة وبتوصل بعد كده الرسالة ليبمان وكل معلمين الجنوب عرفوا ساعتها وافق يبمان انه يقبل التحدي بس المعلمين قالوله ما يستقلش بقدرات بنت المعلم بوسن لانها قوية جدا وضربتها حدا كالسيف بس هو ما اهتمش بكلامهم وعرفهم انه وافق على التحدي خلاص وبنيجي الوقت التحدي وساعتها يانج تأسفت ليبمان على المكان اللي هيتكسر كمان شوية بس هو عرفها ان الكونجو فو معتمد على الدقة في تسديد الدربات وعلى العموم لو اي حاجة تكسرت اعتبر نفسك فوزتي في التحدي وبيبدأ القتال بينهم وبتبدأ يانج تهجم على ليبمان بكل قوة ومهارة وبيبان انها متعلمة لكونجو فو على اعلى مستوى وكانت بتستخدم اسلوب مميز اسمه الايد الاربعة وستين وكان اسلوب قوي جدا بتمرسه عيلة المعلم بوسن وكان يبمان بيواجه صعوبة انه يتغلب عليها بس كان قادر انه يتصدى ضرباتها وخلاص وبيشتد الكتال بينهم لحتما كانت يانج هتقع من فوق بس يبمان مد ايده علشان يمسكها سحبته وقعته من الدور اللي فوق والمشكلة انه نزل على الارض والخشب اتكسر تحت رجليه ساعتها يانج هي اللي فازت في الكتال وفي النهاية عرفت يبمان ان مهارته عالية في الكتال واتمنت له التوفيق في حياته ومشت بعد موعدها انهم اكيد هيتحدوا بعض مرة تانية وشكلهم كده اللي اتنين اتعلقوا ببعض وبعد كده بيقابل يبمان مراته وكان جايب لها هدية وطلب منها انهم يتصوروا مع بعض صورة عائلية بس للأسف في الوقت ده اليابان كانت احتلت الصين ودمرت اماكن كتيرة جدا وبسبب التفجيرات دي اتنين من بنات يبمان ماته وحزن عليهم جدا وبعد فترة الحالة اتدهورت معاه على الاخر لدرجة انه ما كانش لاقي يأكل عيلته حتى اصدقاء اللي ياما خدمهم ما كانش لاقي اي حد يقف جنبه ويبمان وصل لمرحلة صعبة جدا لدرجة انه كان بياخد بواء الاكل من المطعم علشان يأكل عيلته وعلى الرغم من كل اللي وصلله الا انه مرضاش يتعاون مع اليابانيين نهائي حتى بعد الرشاوي الكتير اللي كانوا بيقدمها له في نفس الوقت كانت يانجي بنت الزعيم مسافرة علشان تدرس الطب وبتشوف حد من المقاومة وهو ايده غرقانة دم وكان هربان من اليابانيين بس قامت وغطته بالجاكت بتاعها وعملت اكلناها مراته علشان محدش من اليابانيين ياخد باله منه وبنشوف بعد كده مسان وبنعرف انه تعاون مع اليابانيين وكمان حصل على وظيفة حكومية وبعدها بيروح يقابل المعلم باوسن بس المعلم كان متضايق منه بسبب انضمامه لليابانيين وقال له انه خلاص ما بقاش ليه مكان وسطهم وقام هاجم عليه وقام بينهم كتال قوي بس المعلم كان اقوى منه بكتير وقدر يهزمه بكل سهولة وطلب من المساعد بتاعه انه يسيبه يمشي بس اول ما المساعد دخل المعلم مرة تانية اتفاجئ به وهو ميت وبتعرف يانجي باللي حصل وبتكرر انها تقتل مسان على اللي عمله في ابوها بس الحارس بتاعها عرفها ان اخر حاجة المعلم قالها انه امر بنته انها ما تسعاش في الانتقام بس هي مش بتقتنع بكلامه وبتقوله ان ابوها قال كده علشان كان خايف عليها وتاني يوم بيروحوا علشان يدفنوا ابوها بس ساعتها بيتفاجئوا بمجموعة من رجال مسان وهم قفلين عليهم الطريق بس ساعتها يانجي امرت الحارس بتاعها انه يفتح لهم الطريق وهو دخل وقدر بحركة واحدة بس انه يقسم العالم بتاعهم وامرهم كمان انهم يبلغوا مسان انه هو في اعداد الموتة وبيكملوا طريقهم وبيروحوا علشان يدفنوا وبعديها بتروح لبيت مسان ومعها رجالة كتير وكانت عاوزة تتحدى علشان تنتقم لموت ابوها بس ساعتها مسان مرضاش يطلع يقابلهم وساعتها يانجي مشت من المكان ووعدت نفسها انها مش هتسيب حقها ابدا وبنرجع ليب مان اللي وصل لهونج كونج وراح قدم انه يشتغل معلم للفنون الكتلية بس ساعتها الشخص اللي موجود بدأ يسأله شوية عن الاسلوب بتاعه ويب مان بدأ يشرحوله فالشخص ده عرف يب مان ان المنطقة هنا كلها معلمين كونج فو فطلب منه ان يقتله علشان يشوف مستواب نفسه وهنا وافق يب مان على التحدي والتاني هاجم على يب مان بس اخد ضربة واحدة بس ومقدرش يستحمل وهنا وافق على طول انه يبدأ يدرب التلاميذ على القتال بس تاني يوم بيوصل معلم تاني هو والتلاميذ بتوعه وكان جاي على اساس انه يتعلم عندي يب مان بس هو كان بيستهزق به واستهزق كمان بالاسلوب بتاعه ساعتها يب مان امر تلميذه ان يقفل الباب وبدأ يهجم على المعلم وعلى تلاميذه كلهم وكان بيقتلهم بمهارة عالية جدا وقدر انه يهزمهم كلهم في 8 حركات بس وبعدها بنشوف مقاتل تاني اسمه ليو وجاله مجموعة من افراد العصابات اليابانية وطلبوا منه انه ينضم لهم بس المقاتل ده رفض فابتدت العصابة تهجم عليه وهو بدأ يتصدل الهجوم بتاعهم بكل قوة وعلى الرغم ان عددهم كان كتير جدا الا ان المقاتل ده كان محترف وقدر انه يهزمهم كلهم وبعد كده بنشوف يب مان وهو قاعد مع يانجو بيطلب منها انها تعلمه اسلوب الايد اللي 64 الخاص بايلتهم بس هي بترفض وطلبت منه انه مايفتحش معاها الموضوع ده مرة تانية ولما بيجي يمشي المساعد بتاعها بيعرفوا ان الاسلوب الخاص بيهم خاص فقط بعيلة المعلم باوسن ومش متاح ان اي حد يتعلمه وبعديها بتتكلم يانجو مع الحارس بتاعها وبتسأله اذا كان قتل حد قبل كده علشان كانت عاوزة تنتقم من مسان بس هي ما قتلتش حد قبل كده فالحارس عرفها ان ابوها ما كانش موافع على الانتقام وعرفها ان دلوقتي القتل مش زي زمان واللي بيقتل بيعدموه بس هي كانت مصممة على الانتقام باي طريقة علشان ترجح حق ابوها وبعديها كان مسان ماشي مع رجالته وظهر لهم الحارس بتاع يانج فجأة وعرفهم ان القتال اللي هيبدأ بين المعلم بتاعهم وبين يانج وطلب منهم ما يتدخلوش بس مسان امر رجالته انها تخلص عليه وما كانوش يعرفوا انه مقاتل محترف جدا والحارس ساعتها طلع السيف بتاعه وبدأ يهجم عليهم كلهم بس كان بيكتفي بس انه بيقطع الهدوم اللي عليهم ومرضاش يقتلهم نهائي على الرغم انه قدر يتمكن منهم كلهم وبعد كده بيهجم على مسان بس مسان قدر يتمكن منه بسهولة وبتوصل بعديها يانج وبتلحق الحارس بتاعها وبتبدأ تستعد علشان تواجه مسان وبدأوا هما الاتنين القتال واللي اتنين كان مستواهم عالي جدا وما كانش حد منهم قادر عالتاني وبتدت يانج توجه عدة ضربات لمسان بس بعد شوية قدر يتمكن منها وكان هيخلص عليها بس بتقدر يانج انها تدافع عن نفسها وتصد الهجوم بتاعه وقدرت تهجم عليه بأسلوب الـ 64 الخاص بيها وضربته نفس الدربة السرية اللي ابوها ضربها لمسان قبل كده وساعتها تخبط مسان في القطر وهو ماشي وكان هيموت بس في النهاية يانج اكتفت بانها هزمته ومرضتش تقتله وقدرت تاخد منه مراس العيلة بتاعها اخيرا وبعد فترة من الزمن يانج بتقابل يب مان في هونج كونج وبتديله التذكار اللي كان عطهولها من فترة وبتودعه علشان كانت هترجع لبلدها مرة تانية وبتعرفه انها كانت بتحبه ومقالتش كده لأي حد قبل كده بس كانت اخد عهد على نفسها انها مش هتتجوز نهائي وهتتفرغ لأسلوب الـ 64 الخاص بايلتها وبعد كده بتودع يب مان وبتمشي وبعد فترة بتموت يانج وبيوصل الخبر ليب مان وبيحزن عليها جدا وبيجيله الحارس بتاعها وبيديله صندوق يانج وصلت انه يوصله اول ما تموت وبعد كده بيتفرغ يب مان لتعليم تلاميزه واسلوب الوينجتشان وبدأ عدد التلاميز يزيد كل يوم عن اللي قبله وبيخلص الفيلم على كده يارب يكون الملاقص عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا علشان يوصلوكم كل جديد شوفكم الفيلم الجاي سلام اشتركوا في القناة